اشتركوا في القناة خط مستقيم من A إلى B فسيمثل قطر لدائرة صغيرة ما هو الكسر الذي يمثل نسبة مساحة الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الكبيرة؟ هلأ في عندنا هدول دائرتين دائرة الكبيرة والدائرة الغغيرة عند النقطة B كانت هي نقطة تقاطع أو تلامس بين الدائرتين هلأ النقطة A هون هي مركز الدائرة هلأ معطى إشي بالسؤال لأن الخط A إلى B هو رح يمثل R R هي نصف القطر هلأ هي نصف قطر للدائرة الكبيرة لكنها بتمثل قطر كامل للدائرة الصغيرة اللي هي الدائرة الداخلية هلأ بدنا أشي هو الكسر اللي بمثل نسبة مساحة الدائرة الصغيرة للدائرة الكبيرة؟ السؤال عطول رح أبلش في حل على مساحة الدائرة فرح أوجد بالأول مساحة الدائرة الكبيرة بعدها مساحة الدائرة الصغيرة أو الدائرة الداخلية فبالنسبة للمساحة الدائرة هي باي في R تربيع R تربيع اللي هو بمثل نصف القطر مش رح نعوض يعني ما منحتاج منه نعوض أرقام عشان لا الحال فرحنا أخليه على نفس صيغته مساحة الدائرة الصغيرة هي برضو باي في R تربيع لكن إذا بنلاحظ إنه R إحنا رمزنا له وهو مثل لما كان نصف قطر للدائرة الكبيرة بس إحنا لما بدنا نوجده للدائرة الصغيرة فعليا هو من هون لهون هاي نصف القطر لإلها فحيكون هو R على 2 فR هي مش ما رحين فنحطها R لازم تكون R على 2 فحتكون مساحة الدائرة الصغيرة هي باي في R على 2 تربيع هلا R تربيع هي R تربيع الاثنين تربيع هي أربعة فهلا هلا إذا بنلاحظ هذه نفسها هذه بس أش هي مالها قسمينها على أربعة فالكسر اللي بيمثل أو بيشكل مساحة الدائرة الصغيرة بالنسبة للدائرة الكبيرة هي وحيكون ربع لأنه إحنا هون إذا برجع بعيد إذا بنلاحظ مساحة الدائرة الصغيرة قسمناها أربعة إذن مساحة الدائرة الداخلية هي ربع مساحة الدائرة الخارجية إذا عندكم أي سؤال بعطونا نصفتنا على فيسبوك يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر